بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بالاخوة الكرام مرة اخرى الى الكتاب يلاقيكم بخواندر ومرة اخرى نستأنف معا كما قلنا كما نقول غم عظيم او كبير او ضخم ستاءال الأصوات جزور دولا او لفن الهيح للترين المترجم الممتع المميز عن قضي شفرم 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 وليه مرحبا وليه مرحبا وفقه وفقه ومن المصدر وأخذ أعطيقا وفقه 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 وفيه يستخدم يزالي على الهيار وفيه ومن المشيء يتجددني أميلي أنني بن فهم وفقه 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 وليه أمامي يستخدم ترحيم المرون مانقاً... مما تريم بهدأ. ه Blood ينفج Every could ever beat. هم من απόه لمحارداyim أصدمي دوي Quantه popularity سزادار في الشئ الولariamente. مانقاً لع�� كو إلتحافتني الثقة به و أكب خارفتني الغارتية التي ح sweetie. هي مجرودة اليوم يبدأ يبدأ يزيل فيصف في مجرود اصدقال يوجدد او اليمام لسانغلو مصوكو جو نبا ماندوميغ انوتيل دمو غراندي لفر بغراندي اصلا أن تقال عن راد عندما يحدثوا صوتا إذا نقول مثلا لطنير غراندي نقول بأن الراد يدوي هنا غراندي المقصود بأنك تسرخ على شخص أنك تعنيفوه مثلا أنك تسرخ على شخص وتعنيفوه إذا نتكلم عن غراندي إلي تيل دمو غراندي يعني ليس نافعا أن يصرخ عليه طفل الذي كسر هذه اللعبة لا نفع من الصرخ عليه حتى لو صرخوا عليه حتى لو عنافوه فلن ينفع ذلك في شيء على العكس ربما يزيد الطفل تأزما إذا إلي تيل يعني غير نافع نقول عن شيء بأنه إلي تيل يعني أنه نافع نقول عن شيء مثلا بأنه إلي تيل عكسها أنه غير نافع إلي تيل دمو غراندي ليس نافعا أن أعنفع كما نقول أو أن يصرخ عليه دمو غراندي أعنفع 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 بما فيه كيفير أعنفع 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 يعني كما نقول دوسمون يعني ببطئين بهدوء يعني الأب وقفو بهدوء يعني أبي أو قفاني كما نقول أنا أعنفع أعنفع فأذرك أعنفع 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 وأعنفع أعنفع أعنفع تبصع أحつ سändert أعنفع إنك ت fabrication ليس ص spind Virt 6 أعنفع كما عندنا هنا ليس صالحا ليس نافعا أن يصرخ علي أو أن أعنف إذا طبعا هنا لدينا الواقف كما نقول أنك توقف من جديد يقول أستاذ مثلا لوفي هنا طبعا لدينا الواقف إنسان هو الذي يوقف نفسه لكن ممكن نتكلم عن الواقف يعني أنك أنت توقف شخصا آخر وهو الذي عندنا هنا لكن هنا عندنا هذا الفئة المسبوك بهدغو نقصد بأنك تعيد فتنهيد شخصا تعيد فتوقف شيئا مثلا كما عندنا الواقف يعني أنك توقف شخصا يعني أنك توقف شخصا تماما كما يعني لذوب ساسوار لذوب ساسوار يعني جلاسة أن الإنسان يجلس نفسه كما نقول هذا لذوب ساسوار هنا عندنا لذوب أسوار ماسيي يعني أجلساني ديمن هاد أم تتعود علي أنا هو قام بالفعل لي أنا كما عندنا هنا هو أخد أخداني أنا يعني أنه صراحة علي أنا إنوتيل دم مغراندي نقول مثلا مان بار مغراند يعني أبي يصرخ علي إذا هاد لغة وغراندي هذا لغة وغراندي بوحدو هاد ما تتعود المفعول به كما عندنا هنا أيضا هاد نغة وغراند مان بار مغراند يعني أن أبي يأخدني إذا هاد مه كما نقول أنه تعني المفعول بي أيضا اللي هو أنا ثم مه سي أنه نعد نطبعا نفس هذه المفعولة مه أسي غير هاد فعل أسو reincarn مبدو به هاد A لهي 이�وا في الي ما هو وي加油 مجرّيش باش تكون lgm والفعل مبدو بأ لأنه U هو A هاد هو صودου في الي هاد هو صوتين عندما يلتقي صوتين لن يجب أن تكون هذا م ممتعي بأ والفعل ما يريده بأ لأن أ هو أ هذو صوتيين عندما يلتقي صوتيين نحذف الأول ونضع أبوستخوف كما عندنا مالسيي سيغ سيجونه أجلى ثاني فوق ركبتيه هنا عندنا كما نقول ركبتي لأن المتمنى في اللغة الفرنسية كما قلنا تعني الجمال إذن من أجل سيجونه دوسمان نبخل دون سيبغة إذن أبأ أوقفني بهدوء ثم أخذني في دراعي نقصد بين دراعي ما سيهي سيجونه ثم أجلسني فوق ركبتيه أتخافيه ملارم أتخافيه أتخافيه ملارم كما رأينا فيما سابق أتخافيه هذه الصيعة يعني عبره أنك تسافر عبر الغابة أنك تسافر تسافر عبر المحيط مثلا هنا أيضا تعني نفس الشيء عبره أو من خلال من خلال ماذا؟ أتخافيه أتخافيه ملارم من خلال دموعي إذن طبعا الطفل يبكي وعلى عينيه دموع كأنه حاجز بينه وبينه ما دي وجد أمامه إذن هنا أتخافيه ملارم إذن عبر دموعي أتخافيه 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 أن تقبله أن تقبله أن تقبله ثم تقبله أن تقبله قائلة أو قائلا في حالة مذكر إذن في حالتنا قائلة تقول أشياء لطيفة تقول له مثلا سنعوضك بأخرى لا تبكي عليها هذه مجرد لعبة مثلا سنشتري لك أحسن منها مثلا إذن هي تلاطفه ذهب كالينة المقصود به لاطفه إذن الطيفل هنا يقول أتخافيه ملارم يعني من خلال دموعي عبر دموعي أنني تنشوف من وساط الدموع ديالي تتنزل على العين ديالي إذن أتخافيه ملارم إذن أنا أنا تنشوف من خلال دموع ديالي للعينين ديالي للتتغطي العينين ديالي كما نقول فأنه حاجز إذن ماذا كان يرى؟ أرى وجهة أمي كمكالين التي كانت تلاطفوني أنا أبكي على المائدة في طبقي وأنا عند الأكل كما نقول طبعا السيت سحن يعني كما نقول في سحني وأنا عند الأكل أبكي وفي السرير أيضا وفي السرير أيضا وفي السرير وفي السرير حتى كما ذكرنا يعني نحيب نحيب أنه كانت تنهد لسانجلو نسوكو إن أنا كانت تهزني إذن نحيب كان يهزني طبعا نتكلم على وضع سوكوي ومنها مثلا لسوكوس نقول أحيانا لسوكوس اهتزازات تكون السيارة ماشية فتهتز في بعض الأماكن نتكلم عن لسوكوس إذن وفي السرير حتى أنا حيب كان يهزني جونا بابا من دوميغ جونا بابا من دوميغ لم أستطيع أن أنام هنا طبعا عدنا لذيغب سان دوميغ ماشي بحل اللي كنشف نقبل بأن الفعل تيقوم به شخص وهذا دمه تتعوضني أنا مثلا مانبر مابخون دون سيبرا يعني أبي هو الذي أخده ماذا أخده أخد هدمه أخدني أنا أما هنا عدنا لذيغب سان دوميغ يعني أنا أنام أنام كما نقول ونويم نفسي يعني الفعل مني أنا وإلي أنا هنا نتحدث عن لذيغب سان دوميغ إذن في الحال هنا تنتكلم على لذيغب سان دوميغ وليس لذيغب ان دوميغ إذن جونا بابا من دوميغ أنا لم أستطيع أن أنام هنا عدنا لذيغب بفور كما تلاحظوا مصرف نفس الطريقة في البخيزون وكما تلاحظوا هنا أننا نستعملنا كل هاد الأفعال في البخيزون وكما تنعرفوا بأن البخيزون نستعمله أحيانا في اللغة الفرنسية أيضا للدلالة على الماضي باش نعطي واحد القيمة للحاضر كأننا نحن حاضرين لديك الواقعة إذن إني تيل دوميغواندي أعزد تصلي وأعزده وأعزده ومن ثم أكسرا وإذن أصأل وأعزدلم على هذنين خالح أحزدت أصلاً أكلم وأصلاً ممسة وليس لديك أمين أحزد كنت أحزد أتضان أغانض من الرجل ويحسن لدي ايش اريدني ممتع ممتع كاركز على ممتع كاركز رجعوه رجع داري وإطاء 痛 Georgia وإلا عرض رجعوه ما اشترك افتعد اللغة وان الان فيحضن وان عمتع وان اشتر جمجات دون لبرا دون مان بار لون دومان وفي الغد كال سوربريز أيو مفاجأة مي باران صنع كي أطند إذن والدي كي أنو هنا كي أطند كي أطند اللادين ينتظرون اللادين ينتظران مي باران صنع والدي كانوا هنا والديهم هنا مي باران صنع والديهم هنا كي أطند اللادين ينتظران كي أطند كما نقول اللادين ينتظرون اللادين ينتظران أنا تكتب بني في الطريق كي جات مو عيذي ينتظران كي جات مو عيذي اللادين ينتظران يعني استيقاضي مغذي استيقاضي وينتظراني حتى يستيقض وعلى سريري على مسافة يدي طبعا قدم معاني كثيرا ولكن هنا على امتداد يدي نتكلم عن مسافة طبعا ينبوات بغاي علبة مشابهة على بوات دياغ لعلبة الأمس العلبة التي ضاعت منها الباخرة الزجاجية إذن أبورت دماما على امتداد يدي ينبوات بغاي إذن علبة مشابهة على بوات دياغ على بوات دياغ لعلبة الأمس لمام ديغية نفسها نقول نفسها نقول المقصود يمكن أن نقول بأنها نفسها ديغية طبعا نحن نغذي طبعا في لو كونديسيوني المريزة لو كونديسيوني المريزة النتفيد شك طبعا لعلبة ليست هي نفسها ولكن هنا طبعا نقول بأنها نفسها كأنها هي إذن لمام ديرتون نفسه لدينا لمام كما نقول نفس ليست كما عندنا في اللغة العربية نقول نفسه ولكننا نقصد به هكذا هنا هنا المقصود لمام بوات لكن اختصارا نقول لمام للدلالة على هذا المعنى لمام ديرتون نفس كما نقول جوتات سلوفير تطي هدف فعل تعرف على شيئين من خلال اللمس جوتات ثم أنا أنظر هناك نورتاتي كل شيء تشيء كما تشوفو كلهم صرفين في البرزن لنفس الهدف جوتات جوتات لسورير دو من بيغ من كوراج ابتسامة أبي من كوراج كانت تشجعوني إذن طبعا الطيف البداية يلمس العلبة ويحاول أن يعرف ما بيغ لم تكن عنده شجعة ليفتحها لكن ابتسامة الأب جعلته يتشجع ليفتح العلبة لسورير دو من بيغ من كوراج إلماد أدنوي لفصال إلماد أدنوي لفصال إذن هو سا أداني كما نقول هو سا أداني على فك طبعا لذارب نوي أنك تعقد هنا لذارب دينوي عكسه أنك تفق حبل تفق عقدة إذن نتكلم عن دينوي ومن كلمة لن لن يعني العقدة ومنها يأتي الفعلين سواء تحدثنا عن دينوي يعني أنك تفق عقدة أو لذارب نوي أنك تربط عقدة إذن إلماد أدنوي لا فصال إذن هو يساعدني على فك الحبل ما في السالة عن الحبل أو الخيط المحيط بهذه العلبة إذن طبعا هاد إيل ممكن أن تعود على الأب وممكن تعود على حتى على هاد ابتسامة لأن كلمة ابتسامة في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة كما ترون هنا عندنا لسوريغ يعني ابتسامة هي كلمة مذكرة إذن ممكن نعوض به هاد إيل مدامة أن كلمة مذكرة إذن إذن ابتسامة أبي تشجعني إيل ماد إيل ماد إيل ماد هو يساعدني ممكن تكون عن الابتسامة التي تساعده وممكن أن الأب هو الذي ساعد إيل ماد أدنوي لا فصال إذن ممكن في أغلب الأحيان ممكن نقول بأن الأب هو الذي ساعد على ثك هاد الخيط أدي بلية للغلب طبعا لو غير بلية أنك تتني شيئا بلية إن في يعني أنك تتني ورقة دي بلية يعني عكسها دي بلية عكسها يعني أنك تفتحد الامتناء أنك تتسرح شيئا حاجة تتخلاش متنية دي بلية عكس لو غير بلية تماما كما رأينا قبل قليل دي نوي عكس دي الفعل نوي نوي أنك تعقد مثلا حبلا دي نوي أنك تفكوه هنا عدنا بلية أنك تتني ورقة مثلا تتني لباسا دي بلية عكسها أنك تزيح هذا الامتناء إذن الأب هنا ساعد على فك الحبل ثم على بسط الانفولوب على فك الغلاف بمعنى آخر لألا يبقى الغلاف منتنيا إذا وفغ الأبوات إذن هو فتح العلبة لنعفير المقصود هنا سالو نعفير إنها السافينة جو غي أنا أضحك كما تلاحظوا بأننا عدنا لغة غير لغة غير في البخيزون بنفس الطريقة جو غي أنا أضحك جو با دي ما جو با دي ما طبعا هنا عدنا لغة باطر يعني أنك جو با دي ما أنا أضرب اليدين المقصود جو با مي ما أنا أضرب ويا دي إذن عدنا هنا جو با دي ما أنا أضرب ويا دين أنا أضرب ويا دين تجيب هذه المعنى ولك المقصود با أنا أضرب ويا دي أنا أصفق بوي أنجست ثم بحركة بوي أنجست ثم بحركة النيلون ليلون هي الحركة اللي تنقوم بها قبل من تقوم بالفيل قبل من نقوم بواحد القفزة النيلون ممكن أنه تعني أيضا حماسة حماسة النيلون بحماسة جو مجات جو مجات دون لي با دو مانبير أنا أرتمي هنا عدنا جو مجات أنا أرتمي مقصود بها كما قلنا أنا أرتميته دون لي با دو مانبير في دراعي أبي في دراعي أبي إذن ورتنا في دراعي أبي بسبب هذه الفرحة إذن فرحت أن يرى باخيرة من الزجاج نفسها كالتي رأى من قبل طبعا ولا تضعت منه هلون دو ما كالسوربخيز مبارنسان لا كاتوند ثابت نعمل كمسوربخيز اذا نستقنف الفقرات القادمة ان شاء الله مع قصة اخرى حياكم الله و الى لقاء قادم بإذن الله